يا اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية عشان بقالنا كتير بس بعدين عن الدوري وقافلين صفحته افكر حضراتكم كده احنا موقفنا ايه في الدوري المحلي طبعا الاهلي هو اقل فريق لعبا للمباراة فيه من كل فريق الدوري الاهلي هو الفريق الوحيد لعب عشر مطشاط وليه خمس مطشاط متأجلة بحكم طبعا مشاركتنا فيه كاس عالم اندية وبعد كده مشوارنا فيه دوري ابطال افريقيا فضل لنا خمس مطشاط سموحة المصري امبي الزمالك وطبعا مطش الاسماعيلي بكرا ان شاء الله برضو من ضمن المؤجلات ده مطش متأجر من اسبال 12 اقول لحضراتكم موقفنا فيه جدول الدوري الاهلي بيحتل المركز التالت برصيد 24 نقطة بيفرق الاهلي عن صدارة جدول الترتيب ست نقاط فقط الزمالك حالين هو اللي بيحتل الصدارة برصيد 30 نقطة ولعب 13 مباراة بحسبة بسيطة جدا يعني لو احنا بس لعبنا 3 مطشاط من الخمسة المؤجلة وقدرنا نحقق العلامة الكاملة الاهلي يتصدر جدول الترتيب ويظل اقل فرق اللي بتشارك في الدوري لعب المباراة برصيد 13 نقطة معظم الفرق ان ما كانتش كلها لعبت 15 او 14 باستثناء الزمالك بس هو اللعب 13 وهو المتصدر فده معناه انك لو لعبت 3 مطشاط من المتأجلين خدت 9 نقط وسلت لانك تبقى متصدر جدول الترتيب وعندك مطشين لسه متأجلين وفارق بينك وبين اقرب منافسيك 3 نقاط هنتكلم على مطش بكرة بالتفصيل ويكون لنا واقفة سريعا كده نشوف بناحية الرقمية ده الاهلي في فيتا كلاب مع دكتور احمد سابت محل اداء الرقمي ضفنا فيه السادسة مساء خير دكتور احمد مساء النور اهلا بيك اهلا بيك كنت متوقع مطش فيتا كلاب لا هو سناريو غريب يعني اهلا بيش حد يتوقع بصراحة يعني وسناريو المطش كمان يمكن من اغرب المطشات اللي حصلت في الفترة الاخيرة في السنين الاخيرة يعني انت تروح 29 محاولة 29 محاولة على المرمى يمكن ما تقدرش تلوم المدرب طالما الفرقة بتوصل المحاولات دي كلها متقدرش تقول ان المدرب يعني 29 محاولة رقم كبير قوي اكتر فرقة عملت محاولات في الجولة كلها في الجولة في كل فرق افريقيا النادي الاهلي عمل 29 محاولة على المرمى وبعدين احنا رجعنا يعني كنا خسرانين متأخرين يعني بهدف وبعدين رجعنا اتنين واحد وبعدين الحكم يظلمك بدرب الجزاء فسناريو سناريو غريب وفعلا حلم من سوق التوفيق كانت بتمر سوابة من اخدار فرص او من غلطة تحكمية يعني كان فعلا اليوم مش يمنا يعني صحيح ومناسبة الجولة خليني اقول لحضراتكم ان اتحاد الافريقي اختار مجدي افشا محمد مجدي افشا لاعب الجولة مش لاعب مش مان اوضماتش مش رجل مباراة الاهلي ولكن رجل الجولة من بين كل المباريات الاجريات فيه دوري ابطال افريقيا محمد مجدي افشا يمكن هو اكتر لاعب في الجولة تم اختياره ليه لان هو اكتر لاعب في الجولة عمل محاولات على المرمى اكتر لاعب صنع فرص فدي كلها ارقام صنع هدف في المباراة يعني اكتر لاعب صنع هدف واكتر لعب صناع فرص واكتر لعب عامل محاولات على المرمى قدم مباراة كبيرة جدا يمكن التوفيق ما حلفوش في تزديدة او في اتنين الجنب برضو قدم مباراة كويس اوي بحارس فيتا كلوب عمل عشر سيفز يعني ده برضو كان برضو سرعة رد فعل هائلة هو كان موفق زاد عن اللزوم الحقيقي يعني فيه كور يبدو انها مش طبيعية عشر انقاذات في المباراة لحارس مرمى فيتا اول بالتأكيد يعني افضل حارس في الجولة قدم مباراة كبيرة جدا لكن ان شاء الله النادي الاهلي قادر يعني النادي الاهلي قادر ان هو يرجع بإذن الله ايه قادرين ان شاء الله يعني بالاداء اللي احنا شفناه في مباراة فيتا ده وفرقة فيتا نفسها بالمستوى اللي ظهرت بيه ده قادرين ان شاء الله ان احنا نكسبهم على ملعبهم بإذن الله صحيح طيب خليني اقول ارقام افشا في الافريقيا افشا لعب 14 ماتش احرز فيهم اربع اهداف وعمل خمس خمس صناعة اهداف او خمس اسست وخليني افشا مع اهداف افشا يا دكتور احمد لانه اهداف افشا في افريقيا اهداف ليها وزنها يعني اهداف كان ليها دور محوري يعني الناس طبعا كلها عارفة القضية ممكن يعني ماتش الجون التاني في ماتش الزمالك في نهاية افريقيا ده الاشهر والاهم وكل حاجة زي ما انتوا عايزين لكن ما تنسوش انه افشا ليه جون مهم جدا في ماتش الهلال هناك في السودان الماتش ده ساهم بشكل كبير في انه الاهلي يكمل مشوره في البطولة وليه جون في السمي فاينال اول هدف احرازه الاهلي في مرمى الوداد في المغرب ده الهدف اللي فتح السكة وسهل المباراة علينا قوي ولما تسهلت المباراة هناك تسهلت علينا هنا وبالتالي اهدافه مؤثرة يمكن تكون مش كتير قوي لكن انها يعني ليها وزنها وليها تأثيرها بشكل كبير طبعا بافشا يمكن عليك وذكرت وقلت ان هو سجل في الهلال في برة ملعبنا في السودان سجل في الوداد في المغرب سجل في نهاية وفروكيا قدام الزمالك بالتأكيد اهدافه مؤثرة جدا وبشكل كويس جدا وبرضو رسالة للجمهورة او لبعض الناس على السوشيال ميديا دايما ما نرفعش سقف الطموحات قوي على بعض اللعيبة يعني مثلا ايه محمد مجدي افشا واحد من افضل اللعيبة في مصرف على المستوى الحالي ولكن مش افضل اقعد اقول القضية ممكن القضية ممكن القضية ممكن وبعد كده اجي اول مع اول فرصة تضيع لا ده بطيء ده مش عارف ايه ما ينفعش ما ينفعش لازم يبقى فيه يعني لازم يبقى فيه توازن في الامور لازم يبقى فيه ما ينفعش فجأة اقعد بقى ارفع ارفع فوق اللاعب لفوق خالص لدرجة انه في بعض المتشاط مسلا بيبقى اه تفكيره في التزديد عايز يكرر القضية ممكن ما اثرش على اللاعب دور ان انا اه ادعمه ان انا احب اللاعب وكل حاجة لكن ما ارفعش سقف الطموحات قوي بعدين اهم منزلها مرة واحدة مش عشان مسلا ماتش كان غير موفق او حاجة او ايه او منزل سقف الطموحات ده دي ممكن دي الرسالة المهمة اللي بوجهها ان لازم يكون فيه توازن لا وفي النهاية فكرة التقييم اه اه يعني يعني التقييم المرتبط بكل مباراة ده ما ينفعش يبقى اللاعب اعظم لعيب في التاريخ في المباراة وتاني مباراة يبقى لعيب لا يصلح لارتدال يعني المية وتمانين درجة دي شيء مش منطقي ومشطبيه وافشة كمان بصراحة بيقدم مستوىات كويسة ممكن اقول مستوىك انهيل هنا مستوىك انوحش هنا اجاد هنا اقفق هنا لكن فكرة انك انت اهم لعيب في الفرقة ومباراة انت لا تصلح دي مش بتكلم على افشة بتكلم في العموم بتكلم على ايه لعب دي فكرة مهمة جدا ان انت لازم يكون في زي بقول لحدك لازم يكون فيه توازن التوازن ان انا اشيد باللعب في بعض في الاوقات طبعا اللي بيتقال لك فيها نجد بناء طب انا عايز اقف معك مع كلمة غير موفق دي يا دكتور احمد يعني قبل ما اتكلم اعرف ان احنا طبعا موضوعنا الاسماعيلي بس فكرة لما اللعيب يكون غير موفق يعمل ايه ولما يكون اكتر من اللعيب يعني احنا شوفنا في ماتش الحاجة بتقول 29 فرصة اللي قالي كان قادر على صناعاتها في مباراة فيتا كلاب مقدرناش نحط غير جولين اتنين مراوان ما شاء الله من اول لمسة ومحمد شريف وبرده كان تبديلة في المغارات لما يكون عندي اكتر من اللعيب غير موفق نعمل ايه وهما نفسهم يعملوا ايه دي انا بشوف ان يمكن حاجة من الاتنين دايما بتوصل للجون كتير وفي مشكلة في اهدار الفرص يبقى حاجة من الاتنين يا في مشكلة فنية يا في مشكلة نفسية الفنية اللي هي ايه ضغط السوشيال ميديا يعني فلافيو قاعد سنة في النادي الاهلي ما جابش غرجون واحد لو كان موجود السوشيال ميديا ساعتها كان فلافيو كان خلق يعني خلاص فلافيو خلق كان قصة وانتهت لكن دلوقتي بقى فيه السوشيال ميديا بتضغط بشكل كبير جدا لازم السوشيال ميديا تكون نوعا ما اقل تأثير شوية في الضغط على العيبة زي وليد ازارو وليد ازارو كان خامة ممتازة جدا من قطر الضغط اللي عليه بقى بيروح مش شايف المرمى اللعيب بيفقد الثقة في نفسه من قطر الضغط بتاع في الفترة الحالية فدي دور مهم جدا يمكن انا يعني اقترحت مثلا كنت باشوف فكرة كده ان ممكن مثلا يكون فيه هنا دور لطبيب النفسي لازم يكون فيه طبيب نفسي مع الفرقة يعني بمعنى ايه ان مثلا فيه العيبة بتتعرض لضغوط ده محتاج ان انا ادعمه اخفف من عليه الضغط اجيب له فيديوهات قديمة اللي بيسجل فيها هداف اجيب له مطشاط للنادي الاهلي في التسجيل بحيث ان انا اخفف من عليه الضغط دي حاجة مهمة جدا المشكلة النفسية اللي هي ايه احاول اعليجها بالنقطة دي الحاجة التانية الحاجة الفنية لازم يكون فيه كورسات للفرص اللي بتدع دي ده طبعا ممكن ازي مثلا تيري هنري في كاس العالم مع منتخب بلجيكا كان هو مدرب لرؤوس الحربة بس تيري هنري برضو ممكن استحداث الفكرة دي يعني ليه لا التطوير اه احنا صحيح اخدنا دور ابطال افراكي خدنا دوري خدنا كاس خدنا ثلاث بطولات من جاري الحاجات دي ولكن وخدنا برونزية كاس عالم ولكن برضو فيه افكار ممكن للتطوير زي حاجات زي كده ان انا بقى حطت مسلا نجم كبير زي كابتن عماد متعب زي فلافيو زي احمد بلال زي كابتن احمد بلال زي كابتن اسامة حسني زي النجوم دي كلها ممكن يبقى فيه حد متخصص للعيبة دي ان هو على الفينيش از ام تتحرك فده ده مشكلتين اللعيب بيضيع يبقى عنده حاجة من الاتنين مشكلة نفسية ومشكلة فنية نفسية ان انا محطوط تحت ضغط يعني بوليا ده والله عنده امكانيات ممتازة قوي جدا بدنيا قادر على التحامات الهوائية قادر ان انت تطلع بيه يعني في المباراة المباراة التانية لينا في كاس العامل الاندية كنا بنطلع عليه كل القوار انت بتطلع عليه وبيجيب لك فاول هو نقصه بس السقة السقة ان هو يجيب اهداف هدف في التاني هتلاقي ان هو مشكلته ان هو برضو المشكلة الفنية ان هو بيشوت جامد جدا ما بيركنش هنا دور انا بحس ان شوت الجامد دي نتجة عن حالة عن ضغطة دي بقى لازم اركن لازم في التمرين ان الكرة مسلا جاية لي في الفنش عايز الكرة حتى لو انت هتضيع او هتروح في زاوية او جون هيشيلها بس لازم اكون ركنها هنا القرار في التلت الاخير من الملعب دي حاجة مهمة جدا لكن بوليا كامكانيات اعتقد ان هو لو سجل هدف او اتنين هتمش معا الدنيا الجون اللي جابه في المريخ طبعا الضغوط برضو اللعبة في النادي الاهلي مختلف عن لعبة في الجونة طبعا الضغوط في النادي الاهلي كبيرة جدا الجمهور بيضعت اكيد انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا ولكن واحدة واحدة البوليا ان شاء الله لما يجيب هدف او التاني برضو دور الجهاز الفني معاه في الفترة الجاية دور مهم جدا ازاي يحطه بقى في توقتات اخفف من عليه الضغط ان هو ما يتحرقش دي حاجة مهمة جدا ان انا لو حطته في توقتات لو فضل يضيع اتحرق ازاي يحطه في وقت معين ان هو هيقدر يسجل واكسبه دي شطارت بقى طبعا الجاز الفاني بإذن الله يكون فيها مواقع ادخل معك في ماتش الاسماعيلي عشان عندنا فيه كلام كتير بس خلينا في البوليا لانه فاكر لي كورا في ماتش الاخراني من ماتش فيتا كلاب كوبي بيست الجون اللي جابه في ماتش المريخ نفس الانفراد نفس الحتة نفس الزاوية نفس المسافة والبعدة حتى الهدف في المريخ هو ما كانش موجهة وكانش هيطها قوي لازم التوجيه التوجيه هو ان انا اخفف من عليه الضغط وادعمه نفسيا دور جمهور النادي الاهلي في الفترة الجاية اللعيبة دي هي المكملها معاك لغاية نهاية السنة ما ينفعش ان انا ننقد لازم حتى لو هنقد يبقى نقد بناء لازم ادعم لعيبتي لغاية نهاية السنة وبعدين في نهاية السنة قيم انت خلاص في المرحلة دي لازم ان انا ادعم لعيبتي بشكل مميز جدا صحيح طب نروح للأهلي والإسماعيلي كنت بقول في بداية الحالة انه كان مباراة الجماهير الكرة في مصر بتستنيها وكان كلاسيكو لا يقل لما كان الإسماعيلي إسماعيلي ولما كان بيخش في المنافسة يعني وبيعافر مع الأهلي والزمالك وفي سنين كان بيتوج بألقاب كان مطش كلاسيكو من كلاسيكيات كرة مصرية شايفه بنفس المتعة ونفس القوة قبل ما ادخل في الأرقام طبعا تاريخيا النادي الأهلي بيتفوق وطبعا النادي الإسماعيلي بصراحة نادي محترم جدا هو في موقف يعني لا يسعد عليه في الجدول اللهي احنا زعلانين عن الإسماعيلي ونتمنى انه يعني يرجع زي الأول في نقطة برضو مش كل مباراة للأهلي مع الإسماعيلي بنشوف بعض المسؤولين في انه دي عايزين نشيلها بقى يعني مش لازم كل مباراة للأهلي يحاول أقول أصلا الأهلي رافض لا الأهلي مش رافض يلعب في إسماعيلي الأهلي لو انت جاي بالموافقة الأمنية هيلعب والأهلي عمره يعني مش رافض بدليل ايه لو بصنا على الأرقام تاريخيا 141 مباراة ما بين الأهلي والإسماعيلي 54 مباراة في استاد إسماعيلي 54 مباراة أكتر من طلت المباراة تاريخيا ما بين الأهلي والإسماعيلي تلعب في استاد إسماعيلي والأهلي الأكتر فوز يعني الأهلي من 141 مباراة كسب 74 مباراة يعني النادي الأهلي عمره ما حيرفض أنه يروح لإسماعيلي هو بيروحه بيكسب لكن انت هات الموافقات الأمنية ويلعب لكن مش كل مباراة قعد أجيب في سيرة النادي الأهلي أو كده أو أن أنا أحاول أن أنا ايه بعض الناس بتحاول أن هي ايه تكسب السوشيال ميديا وتكسب تفاعل وتكسب ردود الجمهور لا احنا شايفين دور كابتن محمود الخطيب في مساعدة النادي الإسماعيلي في ظل الأزمة دي يحسب لكابتن في زيارة طبعا لكابتن علي أبو جريشا وكابتن أعماد سليمان وكاد تصريحاته الحقيقة بتقول أنه الأهلي فتح أبوابه وأنه كابتن الخطيب استقبلنا أحسن استقبل وما تأخروش أبدا تحية الكابتن محمود الخطيب على الموقف ده أن انت إزاي الأندية الكبيرة ده دور النادي الوطني إزاي تدعم الأندية اللي هي آه شعبية اللي هي محتاجة الدعم بروسيا دورتوموند بايران مونخ عمل مع نفس الموقف في فترة من الفترات كان بينفس على الهبوط وبايران مونخ دعمه وبقى بينفسه دلوقتي على الدوري فتحية لكابتن محمود الخطيب وكابتن علي أبو جريشا برضو اللي هو قال أن يمكن كابتن محمود الخطيب موافع على انضمام أي لعب من النادي الأهلي مشارط أن انت تحصل على موافقته وفعلا جاب انبرح موجود بكرة موجود زياد طارق في القايمة من ناشئين النادي الأهلي ربنا نكمل الأحصائية قدامنا على الشاشة أكتر ملعب تم إقامة المباراة في استاد إسماعيلية 54 مباراة النادي الأهلي كسب 74 مباراة الإسماعيلي كسب 29 38 مباراة التعادل عدد أهداف الأهلي 211 هدف هدف النادي الأهلي أحمد مكاوي 16 هدف هدف النادي الإسماعيلي عوض عبد الرحمن 7 هدف أكبر فوز للنادي الأهلي سنة 57-58-0 سجل فيها سعيتها المايسترو صالح سنين 7 أهداف في مباراة واحدة في رقم كياسي أكبر سلسلة انتصارات متتالية للنادي الأهلي على الإسماعيلي 6 مبارايات نركز بقى في الرقم اللي جاي ده أكبر سلسلة لا هزيمة للأهلي على التوالي 18 مباراة طب إحنا بقى أنه من 2010 الرقم الحالي 14 مباراة من 2010 النادي الأهلي لم يخسر من الإسماعيلي يعني 5 مطشاط كمان يعني 5 مطشاط تكسر الرقم ده يعني الرقم القياسي كان 18 مباراة إحنا دلوقتي من 2010 لا هزيمة معناها أنه الأهلي يبيكسب يبيتعادل يبيكسب يبيتعادل من 2010 نادي الأهلي لم يخسر من الإسماعيلي نسخة الإسماعيلي اللي إحنا ما نشوفها السنة دي موقفه في جدول الترتيب بيعبر عن وضع طبيعي نتيجة سنوات سابقة ولا إحنا أمام حالة استثنائية بيعاشها الإسماعيلي السنة دي لا أعتقد أن الإسماعيلي بيعاني من مشاكل الإدارية هي اللي بتأثر عليه في السنين الأخيرة مشكلة إدارية واضحة في النادى الإسماعيلي وبرضو يعني مشكلة فنية ومشكلة مادية في نفس الوقت بس برضو ما تقدرش تقول مشكلة مادية لأن فيه فرق مش معها نفس الإمكانيات المادية اللي مع الإسماعيلي وفي مركز أحسي يعني غزل المحلة في مركز أعلى من الإسماعيلي إذن الإسماعيلي مشكلته إدارية واضحة لو تكلمنا بقى على تشكيل النادل إسماعيلي المتوقع بكرة مع المدرب البوسني طبعا هو بيلعب أربعة طب نتكرم عن المدرب أنا عايز أجل التشكيل شو عشان التشكيل أنا أخش فيه معاك في تفاصيل كتيرة نتكلم على مدرب المدير الفاني وأعتقدم مدير الفاني جديد اللي تولى المسؤولية درقان يوفيتش يوفيتش الجديد المدرب البوسني مسكهم بقاله خمس مباريات في الدوري ومباراة في الكياس شايف أنه مع تولي المسؤولية أنت حسيت متابعتك أنه فيه تحسن فيه تغير الرجل بقى صاحب بصمة الفرقة اللي بنشوفها هتكون مختلفة عن الفرقة اللي بدأت مشوار بطولة الدولي الإسماعيلي منظم معه أكتر منظم معه أكتر بيروحوا للجوم كتير بيضعوا فرص كتير لكن الإسماعيلي عنده مشكلة دفعها كتير جدا وعنده مشكلة في إحراسة المرمة لما نبص في التشكيل والأرقام هنعرف كل حاجة يعني كرة أكتر تميل أنها كرة هجومية كرة إنجليزية كرة إنجليزية قديمة اللي هي بعيدة كل البعد عن مدرسة الإسماعيلي كرة إنجليزية يعني اسلوب اللعب المباشر التمرير الطولي بيلعب برأسين حربة أو رأس حربة رأس حربة صندوق ورأس حربة متحرك من تحته تمرير طولي بيعتمد أن الاتنين المهاجمين دول هم اللي بيحضر الهجم عليهم من تحت وفي نفس الوقت طبعا أجنحة بدور دفاعي مميز جدا وكرة عرضية في وقت ملأ أوقات كانت جماهير الكرة في مصر وكلها حفظة فرقة الإسماعيلي وتقدر تقول لك التشكيل هي لعب بيه الإسماعيلي أنا الشخصية النهاردة مش عافل إسماعيلي هي لعب بكرة بمين هروح في ده لدكتور أحمد سابت بس بعد ما نروح في فاصل سريع ونرجع لحضراتكم ودكتور أحمد سابت ضفنا فيه السادسة مرة تانية أهلا بحضراتكم مرة تانية يبقى الأهلي لعب عشرة فضلوا خمس مؤجلات إسماعيلي بكرة إن شاء الله بعكافي سموحة مصري أمبي وإزمالك ترتيبنا فيه جدول الترتيب جدول الدوري المركز التالت يبقى لنا خمس مؤجلات يفصلنا عن الصدارة ست نقاط فقط يعني مطشين من الخمسة المؤجلين يوصلونا لقمة الجدول خليني برضو الحاجة المهمة جدا أقولها حضراتكم إنه في اللحظة دي والأهلي أقل فريق لعب مطشاط فيه بطولة الدوري لغاية اللحظة دي الأهلي هو أقوى هجوم وأقوى دفاع الأهلي أحرز 21 هدف بيتساوى مع الزمالك في نفس رصيد الأهداف بس الزمالك لعب 3 مطشاط زيادة والأهلي صاحب أقوى خط دفاع استقبل بس خمس أهداف وده أقل رصيد أو أقل عدد من الأهداف استقبلته فرقة من فرق الدوري مرة تانية برحب دكتور أحمد سابت ونتكلم بقى على الإسماعيلي دكتور أحمد الإسماعيلي طبعا بيلعب مع المدرب البوسني 4-2-3-1 بتتحول ليه 4-4-2 فيه الحالة الدفاعية بوجود طبعا شكري نجيب في إحراسة المرمى التشكيل محمد مجدي رقم 16 لغياب طبعا محمد صبح للإصابة لاتنين المساكين محمد هاشم ومروان صحراوي مروان صحراوي هو يعتبر أحسن مساك في الإسماعيلي اللي هو المدافع التونسي هو بيعتمدوا عليه في تحضير الهجمة من الخلف ومميز في الالتحامات وقطع الكرات الباكي اليمين مصطفى فارس أو محمد بيومي وده نقطة ضعف الإسماعيلي الواضحة نحية اليمين نحية الشمال حسين السيد زهير أيصر لاتنين الارتكاز عماد حمدي اللي هو الارتكاز الدفاع والارتكاز الهجوم اللي بيعمل عملية الرابط محمد عادل نحية اليمين فخر الدين بن يوسف الجناح اليمين ومحمد الشامي هو الجناح الأيصر اللي اتنين دول بيردوا في الارتكاز الدفاعي بشكل كويس جدا فالطريقة بتتحول ليه أربعة أربعة واحد واحد عن طريق شكر نجيب اللي بيلعب كمهاجم متحرك متأخر تحت المهاجم الصريح اللي قدام اللي هو شيلونجو شيلونجو زي ما قلت الحقيقة اسلوب لعبهم إن أنا بلعب اسلوب لعب التمرير الطولي اللي هو اللعب الإنجليزي القديم إن أنا بحضر على شيلونجو أو شكر نجيب من خلال مروان الصحراوي وبلعب كرات عرضية كتيرة جدا عندهم نقاط ضعف كتيرة جدا في المساحة الموجودة وورا الاتنين الارتكاز اللي هي الزون فورتين منطقة الاربعتاشر الموجودة وورا الاتنين الارتكاز عماد حمدي ومحمد عادل عندهم صغرت الباك اليمين الواضحة جدا ودخل فيهم ثلاث أهدفين في مباراة الرجاء في الدورة أبطال العرب في البطولة العربية يعني إن يلعب على الصغرات دي يا دكتور أحمد يعني شافع على الباك اليمين من أفضل حد يبتدي جونيور أجاية طبعا جونيور أجاية لو لاحب هيعمل مشاكل في الحتة دي كذلك برضو الاتنين المساكين المساك محمد هاشم اللي بلعب جنبه مروان صحراوي مش بنفس الكدرة والكفاءة الموجودة عند مروان صحراوي يمكن برضو لو بصنا على الأرقام هنشوف الأرقام هتبين لك حاجات كتير يعني طب خلينا برضو نربط مع تشكيل الإسماعيلي بتشكيل أهلي المتوقع يعني متوقع بكرة اللي هيبتدي إن شاء الله ده سيناريو السادسة يعني هو مش نهائي وحضراتكم عارفين طبعا مستر موسيماني ليه الرؤية الأخيرة الشناوي هيكون في حرص المرمى هيكون معاه هاني وبدر وياسر وبكهم في خط الدفاع السلية وديانج على الدائرة أجاييو أفشا وحسين وقدمهم غالبا غالبا بكرة مروان هو اللي هيبتدي المباراة بتوفيق بإذن الله إن شاء الله بتوفيق لرجل لو بصنا على المعدل العام بقى الفريد الإسماعيلي تحت قيادة المدرب البوسني هم لعبوا معاه في الدوري خمس مباراة خمس ونركز بقى في رقم رقم منهم ماتشة هذه ماتشة زمالك اه منهم ماتشة زمالك وسموحة والاتحاد والجيش ماتشة تيلة ماتشة تيلة معدل الاستحواس في الخمس مباراة عندهم قد خمسين في المية يعني هم بيلعبوش على إيه على الاستحواس تقريبا بيلعبه زي ما قلت الحقيقة اسلوب اللعب الايه المباشر اللي هو التمرير الطولي معدل التمريرات بتاعتهم في المباراة 421 تمريرة رقم برضو بيأكد لك انه يعني نوعا ما اسلوب مش استحواز بنسبة دكت 77% الرقم المهم اللي جاي ده ده عكس كورة الاسماعيلي خالص اجمال التمريرات الطولية بقى قد ايه 191 تمريرة طولية في 5 ماتشات يعني بيعملوا في الماتش الواحد 38 تمريرة طولية يعني اسلوب لعبه مباشر واضح من الخلف اكتر واحد بيلعب هو مروان الصحراوي عشان كده مثلا لو بدأ مروان محصن زي ما حدقك في التشكيل المتوقع زكرته او جواليا او شريف لازم يعمل عملية الضح يرحل على مروان الصحراوي اكتر من محمد هاشم لان مروان الصحراوي مخلوش لعب مرتاح اه كورته حلوة تمام اجمال الفرص اللي جات لاسماعيلي في الخمس مباراة 19 فرصة 19 فرصة رقم يعني بمعدل 3 و 8 في الماتش الواحد رقم برضو مش كبير بالنسبة لاسماعيلي طبعا اولا الجدد اهداف المتوقع عليهم في اللارب في الخمس ماتشات اربعة ونص اربعة ونص في خمس ماتشات يعني في الماتش الواحد تقريبا فرصة في هدف متوقع واحد جابوا منها كام جون هدفين بس في خمس ماتشات لاسماعيلي مسجل هدفين في خمس ماتشات اي يعني ضعف هجومي واضح جدا انت بتكلم على خط هجوم تقريبا 90% منه محترفين محترفين شيلونجو شكر نجيب فخر الدين بن يوسف شيلونجو فخر الدين بن يوسف وقالي بابل قالي بابل مش متوقع يكون ما بدي منه مش متوقع يبدأ لكن هو المحترفين فخر الدين بن يوسف وشيلونجو تمام الاهداف قليلة قوي يعني المعدل المحاولات للإسماعيلي 8 محاولات في الماتش الواحد رقم برضو مش كبير استقبلت شباكهم 6 اهداف في خمس ماتشات 6 اهداف في خمس ماتشات يعني اكتر من هدف في المباراة الواحدة يعني يعانوا دفاعيا وهبوميا الاكتر بقى اجمال العرضيات من الأوبن بلاي من اللعب المفتوح الإسماعيلي عامل 50 عرضية في خمس ماتشات يعني 10 عرضيات في الماتش الواحد رقم كبير دليل برضو انه ده اسلوب اللعب الانجليزي القديم للمدرب ده الاكتر من الجابهة اليسرى عاملين 32 عرضية من الجابهة اليسرى من خلال محمد الشامي اللي هو اكتر لاعب بيعمل عرضيات يعني لو بصينا على الحالات الفنية برضو لو استعرضنا الحالات الفنية اول حالة فنية معنا هتبين الصور اللي هي بتاعت الحالات هتبين نجهز الصور اللي هتكلم عليه دكتور نلاقي ايه في الحالات الفنية لغاية لما يجهزوا الصور خلينا برضو نحط الناس في الصورة في الإسماعيلي في جدوى للترتيب الإسماعيلي مكسبش جرماتش واحد بس في 14 مباراة اتعادل سبعة بس كل الأرقام دي برضو مباراة بكرة حافز تاني الإسماعيلي حافز تاني ان انت ترجع على حساب الاهلي طبعا طبعا اول ده اسلوب الضغط بتاع النادي الإسماعيلي قدي شلونجو قدامنا في الصورة واللي تحته مين شكري نجيب شكري نجيب هو اللي بيتحول ك يعتبر صنع علعاب أو مهاجم متأخر تحت شلونجو طيب الإسماعيلي اللي بصبيت بيضغطوا على لعابة ودي دجل عبد المنصف والنحية اللي هناك فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي هم منظمين في عملية الضغط اختارهم في الرباع اللي بيلعب قدام ده اختارهم شكري نجيب شكري نجيب شكري نجيب اه بيحاول كتير عجون بيتحرك بشكل كويس بيقطع في ضهر شلونجو كويس جدا احيانا بيكون مش موفق بس هو بيروح عجون كتير والفنش بتاعه كويس تماما الصورة اللي بعدها برضو دي عملية الضغط للإسماعيلي ازاي هم برضو بيدغطوا قدام لو بصينا هنلاقي برضو ان شكري نجيب اهو بص حداك هي هنا ده الكرة كان التمرير طولي بيحضروا على مين على شلونجو شلونجو جنبه مين شكري نجيب طويل شلونجو اه الطويل في الكاف الاتنين اللي قدام عشان كده ممكن البعض يشوفها اربعة اربعة اتنين بوجود بتحرك شكري نجيب جنب شلونجو كراس حربة تانية على يمين فخر الدين بن يوسف وعلى الشمال محمد الشامي الصورة اللي بعدها برضو هنبص نلاقي ادي محمد الشامي اكتر لعب بيعمل عرضيات في الفرقة عامل عشر عرضيات مع المدرب البوسني ده في الجابعة اليسرى وبردو نفس الشكل الرباعي الامامي شلونجو محمد الشامي فخر الدين بن يوسف الصورة اللي بعدها بقى اللي هو بتوضح اسلوق ادي اسلوق ده قدام ماتش الزمالك الهدف اللي جابوه نادي الزمالك مين اللي بيحضر مروان الصحراوي اللي لازم يتم الضغط عليه اللي هو بيلعب ناحية الشمال اكتر بيحضر تمرير طولي على مين السورة اللي بعدها هنبص نلاقي شلونجو على الرغم من انا فاكر ماتش يعني الماتش ده انا اتفرجت عليه اه كان قدر عملوا ماتش جيم محترم جدا طبعا عملوا جيم محترم جدا وكانوا اقرب للفوز منصف منصفين كمية فرص يعني الشامي مضايع في الماتش ده كمية فرص مؤكدة الفينش مش حلو جدا شلونجو الكرة تحضرت عليها من اللي قطع بقى في ظهر شلونجو شكري ناجيب اللي هو اتحرك في المساحة اللي ما بين محمود عليها والمساكي لجنبه اتحرك في ظهره الصورة اللي بعدها هنلاقي ان شكري ناجيب بيسجل الهدف تمام عشان كده شكري ناجيب بشوفه من اخطر اللعيب اللي بتتحرك من تحت العيد كافي ممكن ما تحسش بدوره اللي لان هو بيجي من تحت ولكن لازم يتم مراكبته بيتحرك في المساحات اللي ما بين الاتنين المساكين ودي اسلوب اللعب المباشر الصورة دي وضحت لنا بالزبط فكر الاسماعيلي في اسلوب تحضير الهجمة ده امكان اخطر حاجة في النادي الاسماعيلي في الصورة نبص بقى بعد كده على توقيت استيبال الاسماعيلي لستة هداف بالدوري ده برضو هدف دي مشكلة الزنفورتين ده جون التالي فرجاني ساسي المساحة اللي هي الاسماعيلي عنده مشكلة في الكرة التانية في استعادت الكرة التانية في الاتنين الارتكاز عنده مشكلة في المساحة اللي موجودة ما بين الاتنين الارتكاز اهي ادي فرجاني ساسي بيشوت في الحتة ديت وجات هدف عنده مشكلة في حراسة المرمى يعني كرة زي دي برضو حرس المرمى يسأل عليها اكتر من تزديدة جات في شباكل إسماعيلي. صبحي كان الحارس الأساسي ليه. كان الأساسي وتصاب. وحيغيب طبعا. الإسماعيلي عندهم بغيابات يمكن مثلا أبرز الغيابات الموجودة في الإسماعيلي محمد صبحي محمد صادق عبدالله جمع الباكل يمين بهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي. طيب أقول لحضراتكم بقى باختصار الشديد جدا الإسماعيلي بيحتل المركز الستاشر يفصله يعني درجتين بس أو مكانتين بس على مؤخرة الجدول وراء الانتاج الحربي وهو ديجلة. لعب 14 ماتش محققش الفوزجر في مباراة وحيدة. وتعادل 7 ماتشات وخسر 6 ماتشات. ليه 12 هدف وعليه 18 هدف في جدول الترتيب ليه 10 نقاط وده يمكن طبعا مش مقياس لكن كان مهم عشان الناس اللي بعيدة عن الدولة تاخد فكرة عن موقف الفرقتين. كل التوفيق للنادي الأهلي بكرة بشكرك. شكرا جزيلا دكتور أحمد ثابت. شكرا على وجودك معنا شرف طبعا للنادي الأهلي وشركة استادات والجمهور النادي الأهلي والمجلس قدرتوا على فتتح فرع النادي الأهلي في اللقصر وتتوصل كده إن شاء الله النجاحات والإنجازات الله باركت حضرتك وخلاص أيام بسيطة جدا ونعيش تحقي حلم جديد بشكر حضرتكم على المتابعة نابل حضرتكم بقى إن شاء الله مع بداية اسبوع جديد حلقة جديدة السادسة تحيات الحضرتكم